السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهم لا يعزبان وما يعزبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستطل من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ غريدة ردبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس قال ابن المسنة وحدثنا وكيعة قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهد مثله يستطل من بوله